المثلث أشبه بمثلث برمودة وربما أكثر خطرا وتخويفا إنه مسلث السياسة والقضاء والإعلام من على المثلث ومتحدثا عنه أستاذ حسين عبدالغاني الإعلامي والصحفي والمراسل والمشتبك بالسياسة بشكل كبير جدا أهلا بحاجة أستاذ حسين أهلا بك أستاذ زمن المثلث اللي هيودينا وراء الشمس ده هنامل فيه شوفي احنا من ناحية السياسية وبتعبيرات السياسية نحن أمام سلطة مجنونة وكاذبة سياسيا بكل ما يعني ذلك نحن أمام سلطة مجنونة سياسيا بمعنى أنها تتصف بقدر من الحمق السياسي لدرجة أنها تندفع نحو صدام مع كافة قطاعات المجتمع ومع كافة مؤسسات الدولة المصرية وتدفع البلد كله إلى صدام وإلى بوادر احتراب أهلي نحن أمام سلطة تعادي مؤسسات الدولة المصرية الدولة الأقدم فجر الضمير الإنساني وهي تعادي لما تشوفي لكتب المستشار طريق البشري وهو ينتمي فكريا إلى المرجعية الإسلامية وليس إلى جماعة الإخوان المسلمين يقول الدولة المصرية الحديثة منذ محمد علي بنيت على قاعدتي الجيش والقضاء هليني بس أذكر المشاهد أنا أسفع المقاطعة بس المستشار طريق البشري كتب مقالة محترمة جدا اتنشرت في الشروق وكان تماما ضد قانون السلطة القضائية أو ضد فكرة تخفيض سن القضاء وضد عزل عدد من القضاء تحت أي مسمى لأنه في حالة من الاسترابة أو الشك ده كان مضمون مقالته واللي عايز يرجع لجارة الشروق نعم هو كان بتكلم على أن ما حدث ده هو تعدي سافر على السلطة القضائية أنت قدام نظام يصل به الأمر أنه هو عمل صدام مع مؤسسة القضاء عمل صدام مع كل مؤسسة الفكر والقوة الناعمة لمصر الإعلام والمفكرين والفنانين والمثقفين وهو أيضا عمل مشاكل مع مؤسسة الجيش المصر فهو عمل مشكلة مع الدولة الحديثة ليه مش العكس ليه مش القضاء والإعلام هو اللي بيحارب السلطة وهو اللي بيدفعها للجنون وهو اللي عايز يجهد كل شيء يجهد التجربة يجهد الثورة يجهد الإصلاح يعني خليني أسأل السؤال العكسي طيب خليني أقولك بقى بمنتهى الوضوح والصراحة يعني شوفي أنا سمعت المكالمة اللي جرت بين حضرتك وبين الأستاذ عاصم عبد الماجد وأغلق السماعة وشفت كلامه في الفيديو اللي انتو زعتوه وبتكلم زي ما عملته يوم 25 يناير الحقيقة دول آخر الناس يتكلموا عن الثورة اللي أنا بيستغربهم ويوم 25 يناير يتكلموا عنه ده و28 يناير و2 فبراير وكل كرام ده دول ما كانوش دول كانوا ضد الخروج على الحاكم فدول الحقيقة لا يجب أن يفتحوا فمهم نهائيا في موضوع الثورة الحركة الإخوان المسلمين باعترفها وبمنهج الإمام البنة هي حركة إصلاحية معادية لفكرة الثورة وبالتالي نحن هنا نتكلم عن حركات كانت ضد الثورة أو حركات إصلاحية عمرها أبدا أنا كان حكيت عنديك مرة هنا وقتلك مصيبة هذه الثورة ومصيبة هذا البلد أن قوتين محافظتين على التوالي مسكوا هذا البلد بعد الثورة وكان هدفهم الحقيقي هو قتل هذه الثورة القوة المحافظة الأولى الجنرالات القدامة في المجلس العسكري اللي ما كانش عندهم عقيدة أن دي ثورة اللي حصلت الحاجة التانية القوة التانية المنظمة اللي تسلمت بدعم من الأمريكيين هم الإخوان المسلمون وهم أيضا قوة محافظة ترفض التغيير الثوري أنت بتتكلمي عن اللي عطل الثورة فعلا هم القوتين دول بالتوالي وبالتالي من فعيش تقولي أن القضاء القاضي يحكم من ظاهر الأوراق صح؟ لما تفشل الثورة بسبب الإخوان المسلمين فإنها تعمل قانون مبكر للعدالة الانتقالية لما الإخوان المسلمين يرفضوا في الميدان يا أستاذ مونة أن يكون في محاكم ثورية أو قانون الغدر ارجعي للأستاذ أيمن الصياد وده واحد عمره مكان على عداء مع هذا الطيار على تخوم العلاقات معهم رشح وزير الإعلام وده قصة معروفة كان مستشار لرئيس الجمهورية وكان مستشار لرئيس الجمهورية ده لما نقل في إحدى البرامج التلفزيونية زمان مطلب الميدان بأنه يبقى فيه قانون للغدر محاكم ثورية حاكم نظام مبارك وكل الفاسدين بعهده بمحاكم ثورية حقيقية من الذي تصدى له؟ الإخوان المسلمون وقالوا إيه؟ مش عايزين لإجراءات الاستثنائية أنت عارفة طبعا أنه في آخر أيام حكومة عصام شرف تلعى قانون للغدر ولم يفعل وبالمناسبة قانون للغدر ده كتبوا السنهوري باشا يعني أعظم قانوني عربي أنت عندك هنا سلطة مجنونة عايزة تندفع عشان تسيطر على البلد بكل حاجة أنها تحطم القضاء من ناحية تحطم الإعلام من ناحية تانية اللي بتقال دلوقتي أنه الإعلام والقوى المدنية أو السياسية والقضاء عايزين يرجعوا حسن مبارك وعايزين يجهدوا الثورة والإخوان المسلمين ومؤيديهم هم العايزين ينقذوا ما يمكن إنقاذه بس يا ستة أمورة أنت عندك مثلا مصري بيقولك أسمع كلامك أصدقك أسمع كلامك أصدقك وشوف أمورك أستعجب اللي عايز يواجه نظام مبارك كان لازم من البداية زي ما قالك ستة البيش قال كان لازم من البداية أنت فشلت ورفضت الإخوان المسلمين هم رفضوا مطالب الثوار في الميدان بأنهم يعملوا محاكم ثورية وأنهم يطبقوا قانون الغد على الثورة المضادة فكانت النتيجة أن الثورة المضادة انتعشت وشفيق دخل الإعادة مع محمد مرسي عايز أقولك من الآخر الناس دول لما عملوا الكلام دو كانوا عارفين أن هم بيجهدوا الثورة الإخوان المسلمين هم الثورة المضادة ومكتب الإرشاد هو مقر الثورة المضادة فعيب أن دول يتكلموا عن الثورة لما كنت بقول لحدك الاتهام المطروح لما أتخيل أنك هترد بالاتهام لا أترد بتفنيد بالوقت اللي بيتقال في مجلس الشورى واللي بيتقال في الوسائل أو المنابر الإعلامية التابعة للسلطة الحاكمة والإحزاب الموالية لها أنه مرة تانية الإعلام والسياسيين من القوى المدنية والقضاء عايز يطلع حسني مبارك وعايز يرجع الدنيا على قديم كمان النظام القديم عمل ايه؟ طمس الأدلة بتاعت قتل الثوات صح؟ مش النظام القديم عمل كده؟ هو بيقولك عشان كده عايز ينطعر الأدلة أوكي لما جه محمد مرسي في أول عهده ليه؟ ما بداش بقانون العدلة الانتقالية ليه افتكر بعد 8 شهور بعدما المحاكم دي أصدرت قرارات ليست على هوا الإخوان بلاش غلطة وبيصلحها دلوقتي غلطة بيصلحها دلوقتي أنا بتبنى وجهة النظر أنا عارف أنت بتبعي بدور محام الشيطان عايز أفكر حضرتك تاني لما جي المجلس الشعب بتاعهم اللي هم انتخبوا كان هم فيه أغلبية تفتكر السوار راحوا لحد عندهم عشان يطلبوا منهم يستلموا السلطة ضربوهم فكرة؟ لما السوار راحوا لهم عشان يطبقوا قانون للمحاكم الثورية رفضوا لما اكتشفوا أن شفيق هو اللي مرشح أو مطلعين القانون قبلها بإيه؟ العزيز يعني اللي هو نفس القعدة اللي قال عليها الأستاذ البشري إنها فكرة إنه القانون اللي بيتفصل لهدف معين وبيستهدف أشخاص كانت عندك هنا الأستاذة هاني الجبال النص الدستوري اتعمل سواري نص في الدستور يتعمل عشان يخرج سيدة من المحكمة الدستورية نفس الحكاية القانون اتعمل في آخر يوم على يد أحد أتباعهم خلاص على أساس إيه؟ إنه هو يبقى مستهدف شفيق بشكل معين مش اللي هي فكرة العموم والتجريد القانون يقوم على فكرة إيه؟ العموم والتجريد ودي مش موجودة في كل ما فيش أي نزاهة الهدف ليس محكم ثورية يعرف إيه الهدف الحقيقي؟ الهدف الحقيقي هو إنه يعمله مسرحية لتنين أو تلاتة من الدرجة التانية أو التالتة من نظام مبارك الفاسد والمستبد ثم يستخدموا هذه الإجراءات الإستثنائية ضد المعارضة التي أصبحت لقرقهم ليلة نهار أقولك أنت قدام سيبقى اتحكي على الموضوع مبارح محمد مرسي رئيس محمد مرسي في حديثه مع زميلتنا العزيزة الأستاذة خديجة بن جن قال لها أنا عمري في حياتي موافقت على كلمة تطهير القضاء ولا هذه ليست من تعبيري وأنا ضد تعبير تطهير القضاء مظبوط؟ تعالي شوفي النهاردة الأستاذ حاتم عزام المنصق العام لجابهة الضمير ودي بالضبط فكرة طريقة صفوة الشريف زمان يعملك 15 حزب كرتوني كده عشان يدي انطباع أن دي معارضة كان فيه عندنا أحزاب كتيرة مش عارف حزب الشباب وحزب الشعب بس أكمل كلامي المنطق المقابل يقالك برضو جابهة الإنقاذ دي كم حزب كرتوني مرهمش أداء في الشارع وبيتخيلوا أن هما بيعارضوا طيب أوكي أنا بس تمام أنا عايز أقول لك بس رد على حضرتك حاجة بسيطة جدا لما الرئيس مرسي فكر يعمل اجتماعات قبل الإعلان الكاريتي بتاعه ده استدعى أربع أنا وناس الأستاذ حمدين صباحي الدكتور عبد المانع من بالفتوح الأستاذ عمر موسى والدكتور محمد البرد تلاتة من دول هما قوام أو في جزء من جابهة الإنقاذ لو كان دول ما بمسلوش معارضة حقية بتاعلي كان مفهود يقابل اللي بيقابلهم دلوقتي اللي هم بتعجبها تضمير بس إلا أنا عشان تقطعت الكلام عايز أقول لك أستاذ حتم عزم قال إيه قال الرئيس أكد الرئيس أكد على ضرورة تطهير القضاء يعني الرئيس في اجتماعين اجتماع مش معلم أكد على ضرورة تطهير القضاء وعلى ضرورة تطبيق قانون لسلطة القضائية اللي عايزين يعملوه عايزين يعملوه مسباحة للقضاء تعرفة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على ما سمي بين القوسين مسباحة القضاء سنة تسعة وستين ودي كانوا بتكلموا فيها عن تلاتة واربعين قاضي بمقتضى القانون الجديد بتاع الإخوان المسلمين هم هيتم فصل حوالي تلات تلاف قاضي اللي هو خفض سن حاجة العجيبة جدا أنه تاريخ القضاء مع الإخوان المسلمين تاريخ سيء أول تيار سياسي في تاريخ مصر يقتلوا قاضيا في ميوتا 48 هم جماعة الإخوان المسلمين لما قاتلوا القاضي الخزندار فهما اللي بيعملوه إيه بالحمق اللي بقول ده التاريخ اللي بنقعد نتداول فيه الحمق بقى الحمق ما حصلش ما حصلش ما حصلش ما حصلش لا أنا مش مش هنا اللي بقول ما حصلش هم بينفو كل حداث العنف دي ممكن ينفو الأراء إزاي ينفو واقعة تاريخية إزاي ينفو إنه هما قتلوا الخزندار عندي اعتراف في الإمام البنك كتاب كان معايا خدوا هما قتلوا الخزندار وقتلوا بعد كده نقراش بيشارك أنا بقولك على القضاء هما بالنتيجة الحمق والسلطة المجنونة سياسيا دي بتعمل إيه إنها بتوعيد لأهل القضاء بصورة واضحة إن هذا التيار لا يمكن أبدا إنه هو يكون على علاقة إيجابية مع القضاء هو عايز يهد مؤسسة القضاء ليه عشان يعمل زي ما عملت تجارب بين قوساني اللي بسموها تجارب المشروع الإسلامي إنهم يخشوا على القضاء فيهدموا النظام القانوني ويشيلوا جلاء ويحطوا محاميهم والرجال القانون التعبنين بتوعهم بحس يتحولوا هم إلى القضاء الحقيقيين ويصبح القضاء بدل ما هي سلطة من سلطات الدولة التلاتة بترائب السلطة التنفيذية والتشريعية تتحول لإيه لماطية في إيد السلطة التنفيذية طيب عند الجزئية دي هناخد فصل ونرجع تاني لرأي أستاذ حسين عبدالي